ميدانيا في سوريا جددت طائرات الأسد قصف قرى وبلدات في ريف حمص وحماه وإدلب ودرعا ودرزور فيما شهد القسم الجنوبي العاصمة دمشق مواجهات بين الفصائل السورية المعارضة وعناصر تنظيم داعش في القسم الجنوبي للعاصمة دمشق تجددت المواجهات بين الفصائل السورية المعارضة وعناصر تنظيم داعش في محور مخيم اليرموك وسط سقوط قذيفة في منطقة الدولعة على أطراف العاصمة تسببت في وقوع ضرار مادية وفي الريف الشمالي لحمص استهدفت ميليشيات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في قرية الطيبة كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إلقاء قنابل يدوية من قبل مسلحين مجهولين في حي جب الجندل وسط المدينة وفي الريف الشرقي لدير الزور أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض بلدة غرانيجة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى هجوم معاكس من قبل تنظيم داعش حيث ألقى عناصر التنظيم عدة قذائف باتجاه مواقع القوات التي اشتبكت معهم شرق الفرات وفي ريف حمل جنوبي الغربي دارت اشتباكات بين ميليشيات النظام والفصال السورية على محاور محيط منطقة عقرب تسببت في وقوع خسائر بشرية دون تحديدها وفي درعة جددت قوات النظام قصف أحياء البلد بالقذائف موقعة أضرارا مادية وفي ريف حمل الشمالي جددت طائرات الأسد قصفها على بلدات وقرى حرش عبدين وخان شيخون ومعارة النعمان وغيرها تزامنت مع غارات استهدفت قرية بسيدة شمال إدلب تسببت في اندلاع النيران في المساكن والمباني ووقوع أضرار مادية جسيمة بالممتلكات كما سمع دوي انفجارين ببلدة الدانة على الحدود السورية التركية ناجمة عن تفجير عبوتين ناسفتين في سيارة أسفرت عن إصابة طبيب بجروح كما طال القصف مناطق في بلدة الهبيط بالريف الجنوبي لإدلب وفي ريف حلب الجنوبي جددت طائرات الأسد قصف عدة مناطق مستهدفة بلدة العيس ومناطق في كفر حلب تسببت في وقوع أضرار مادية ترجمة نانسي قنقر